ليست للمرة الأولى وحتماً لن تكون الأخيرة دعوات لرفع الحصانة عن أعضاء في مجلس النواب لكن الجديد هو ضخامة العدد حيث وصلت إلى ستين دعواً تنوعت ما بين القذف والتشير والفساد من بينها دعاوة وصلت من القضاء إلى البرلمان في دورته السابقة ولم يتم البت بها مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهمة تنفيذية أثارت جدلاً بين أحزاب السلطة في كفية استجابة البرلمان لا سيما وأن حماية الفساد وتقنينه ظل ديداً الكتل السياسية طوال أربع دورات تشريعية سابقة النائب عن كتلة الحكمة جاسب محالب خاتي قال إن التستر على الفاسدين أثر سلباً على الواقع العراقي وأسهم بشكل مباشر في ترد الخدمات مؤكداً أن قرار إدراج طلب رفع الحصانة ضمن جدول أعمال البرلمان يخضع لمزاجيات كتل سياسية متنفذة عضو اللجنة القانونية حسين العقابي لفت إلى أن المجلس سيكون محرجاً حسب وصفه فيما يتعلق بإدراج طلب رفع الحصانة في جدول الأعمال وذلك لأن بعض الأحزاب تدعي أنها هي من ستحاسب أعضاءها مؤكداً أن العراق يفتقر للسلطة المستقلة لمحاربة الفساد المالي والإداري الكتل السياسية دائبت على الدفاع عن أعضائها المتهمين والضمان إفلاتهم من العقاب على طريقة غض الطرف المتبادل وهو ما تشير إليه النائبة عن اتلاف النصر ندى شاكر جودة بالتأكيد على عدم وجود إرادة حقيقية لتطهير البلد وبناء المؤسسات أمراض اللعبة السياسية في العراق وكوارثها تدور في حلقة مفرغة فساد الانتخابات يأتي بنواب فاسدين ليمارس هؤلاء دورهم الرقابي على مسؤولين تنفيذين فاسدين أيضاً ويأتي القضاء الفاسد ليلعب دور المصلح قبل أن يتم ترتيب الوضع وتطبيعه محاصصياً في صفقة فساد ترزي كل الأطراف وهكذا تستمر دورة حياة الفساد الذي ينخر جسد العراق ويدفن أحلام أبنائه تحت ركام فشل العملية السياسية وخيانة أقطابها اشتركوا في القناة